دكتور علاء يمكن مصر شهدت طفرة اقتصادية ما شافتهاش قبل كده فكر اقتصادي جديد شكل جديد من النمو الاقتصادي او الاتجاه الاقتصادي اللي كان محتاج جرأة وكان محتاج شجاعة في تنفيذه داخل اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني يمكن بتدور احداث كثيرة بتدور منقشات كثيرة كنا عايزين نعرف ايه اهم ما يدور داخل لجنة الحوار الوطني يمكن اللجنة اللي انا كنت مشارك فيها كانت لجنة الخطة والموازنة نعم وكانت كنا بنتكلم عن ايه اللي ممكن نعمله عشان نتلافع عجز الموازنة نعم وكذلك الدين العام نعم من خلال يمكن طلع التوصيات انا باعتبرها يعني خلاصة التوصيات الاقتصادية هذه التوصيات كانت رايحة لحتتين ازاي ان انت تقلل عجز الموازنة وازاي من خلال انك تقلل التكاليف وتزود الايراد وبالنسبة للدين يمكن كان هناك اختلاف على موضوع الدين ولكن اذا كان الدين اللي انا هاخده هعمل به استثمارات هعمل به مشاعات وهيجب لي عائد يتناسب مع اقصاد هذا الدين فانفيش مشكلة الناس خدت موضوع الدين على ان خلاص احنا ما نقدرش نستدين ولازم يبقى فيه سقف للدين كلام كويس جدا بس لو انا النهاردة عايز اعمل استثمارات والاستثمارات دي في المراحل اللي هي دوب محتاجة التشغيل عشان تضر عائد فينفعش ان انا اوقفها النقطة التانية كانت ان احنا النهاردة لما بيجي ناس نتكلم عن الدين يعني كنت بضرب مثال لطيف شوية لو واحد دخله مثلا الف جنيه واخد دين بتسعمية جنيه ممكن يبين ان هنا فيه خطر ولكن اذا كانت تسعمية جنيه دول هيحطهم في مشروعات فهتزود دخله الف جنيه كمان هنا فيه فرق كبير قوي ان انا الدين اللي انا اخدته بحطه في مشروعات المشروعات دي مشروعات طويلة الاجل بتضر عائد على مدار سنوات طويلة ولكنها لها لزوم يعني خليني اقولي الحتة اللي حتا قلتها التحديات الاقتصادية اللي حصلت في مصر نعم خلال الاخر عشر سنوات يعني من 2013 لغاية 2013 تحديات اقتصادية بنية تحتية تكاد تكون غير موجودة نعم يعني مش بس كان بعض الناس تستخدم لفظ ان البنية التحتية مهلهلة لا هي خلاص ما بقيتش موجودة ما تكفيش أصلا يعني ما ينفعش تيجي تقولي ان انا عايز اجذب صناعة واعمل توطين صناعة وانا ما عنديش مصدر طاقة يعني لو لو رجعنا كده لأدم اسميس من اكتر من مئتين وسبعين سنة بزرط بزرط ايه عوامل الانتاج بتاعتي الارض ورأس المال والالات والموادات والعنصر البشري وكل ده بيحض بالإدارة اللي محتاجة تعمل هذا الانتاج طب انا النهاردة يا ما عنديش طاقة اشتغل ازاي ادخل المصانع ازاي ما عنديش طرق يعني هنتج مثلا انا وعايز اعمل انتاج في منطقة الوادي طب وانقله ازاي وما فيش طرق للنقل البنية التحتية وخصوصا البنية التكنولوجية نعم احنا النهاردة مش بنتكلم على صناعات بدائية او اولية النهاردة التكنولوجي داخل في الصناعة بقوة مدفعاتي عشان تبقى كلها مدفعات الكترونية وامنة وسهلة التحويل فكان لازم تشتغل على بنية تحتية بنية تكنولوجية تعمل توطين للصناعة احلال للوردات الكلامنا ما بتعملش فيه موليلا وبالتالي كان الادارة السياسية في مصر كان لها اقراضة كبيرة جدا انها زي ما تقال تبني مصر الجديدة بزر مصر اللي النهاردة فيها رابع محطة طاقة نظيفة شمسية على مستوى العلم وبتتعمل المحطة التانية شبكة طرق متكملة عشان تقدر تعمل الفاليو تشين يعني هنعمل ازاي ثلاثل قيمة مضافة وما فيش طرق بينهم من بعض مفيش صرف جيد للمصانع دية مفيش توفير للعمالة المدربة مفيش توفير للتكنولوجي وفي الآخر نقول احنا عايزين نعمل استثمار لاحيان مينفعش لازم تهيق البنية التحتية بتاعتك للاستثمار نعم تعمل حوافز للاستثمار وبعد كده تقول انا عندي مشروعات ومشروعات جيدة ومشروعات تضر عائد مفيش حاجة اسمع النهاردة مشروعات لا تهدف للربح غير الخدمات اللي بتبديها الحكومة وبالتالي انت لازم يكون عندك مشروعات بتضر عائد مشروعات لها استدامة مشروعات بتتوافق مع البيئة كل الكلام ده اللي اتعمل خلال السنوات السابقة من اول مصلاح اقتصادي سنة 2016 واستكمال مرحلة بتاعته في 2020 تعمير سينة تعمير جنوب السعيد المناطق اللي اتعملت في المجالات الزراعية وإدخل قرابة الاثنين ونص مليون فدان للرقعة الزراعية والمشروعات الجديدة اذا كانت في الدلتا او مستقبل وطن او المشروعات اللي اتعملت في العالمين كل هذا بيصب في الاخر لان دايما الناس تقول انتوا عمالين تتكلموا عن مشروعات مشروعات عايزين نرى العائد بتاح العائد موجود ولما نيجي نشوفه مثلا لما نيجي نقول ارادات قناة السويس ممكن خلال فترة طويلة قوي كانت ارادات قناة السويس بنتكلم على خمسة واثنين من عشرة مليار خمسة واربعة من عشرة خمسة وستة من عشرة مليار بالدولار يعني شكرا برضو الناس بتقول لك انتوا بتقيسوا بالجنيه لأ انا بتكلم دولار دولار النهاردة احنا احنا داخلين بنطمح ان نتوصل لتسعة مليار دولار نفس الكلام في مشاعات الزراعة في مشاعات التصدير انت كنت بتصدر بتلاتين مليار طلعت الخمسة واربعين واربعة وخمسين بتأمل انك تتخطى حاجة وستين مليار دولار يبقى في عائد اشتركوا في القناة